اشتركوا في القناة قلنا ان النموذج الكوكبي للذرة يقول ان ذرة الهليوم تحتوي على نواة مركزية هذه النواة المركزية تتركز فيها كتلة المادة اذا هي اكبر مكون في هذا الذرة بحيث هذه النواة المركزية تحتوي على بروتونات اذا لدي بروتونات والشيء المميز ان البروتونات شحنتها موجبة ونيترونات متعادلة كهربائيا بمعنى ان كل النواة سوف تأخذ شحنة البروتونات وفي المقابل هذه النواة تدور اذا هناك جسيمات تتحرك تدور هذه الجسيمات حول هذه النواة وسميناها الالكترونات اذا لدي الالكترونات ولدي البروتونات الالكترونات شحنتها سالبة وموضوع اليوم سوف نتناول مفهوم هذه الشحنة الكهربائية لذلك لاحظ معي جيدا هذا المفهوم الشحنة الكهربائية هي كمية الكهرباء التي يحملها جسم نمى لو تتذكرون اعزائي المتعلمين في السنة الاولى متوسط كنا قد قمنا بقياس مجموعة من المقادير الفيزيائية مثلا الكتلة وقلنا ان الكتلة هي كمية المادة مثلا قلنا الحجم الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله جسم نمى بنفس الطريقة الشحنة هي كمية الكهرباء التي يحملها جسم نمى الان بما انها قيمة فيزيائية فان لها وحدة وحدة الشحنة الكهربائية هي الكولوم وهناك من ينطقها بالنون الكولوم نسبة للعالم الفرنسي شارل كولوم ورمزها وهنا اقصد برمز الوحدة رمز وحدة الشحنة الكهربائية هي السي اذا الحرف الاول من كولوم الان شحنة الالكترون الان اتكلم عن هذا الجسيمات الصغيرة جدا التي تدور بالنوات لديها شحنة هي الصغر شحنة كهربائية وتدعى الشحنة العنصرية اذا العنصرية عفوا على هذه الكتابة اذا هذا المقدار صغير جدا من الشحنة الكهربائية وهو اصغر مقدار يسمى بالشحنة العنصرية مقدارها اي قيمة هذا الشحنة العنصرية الموجودة في الالكترون هي اكتبها باللون الاحمر حتى انبهك ناقص لاحظ جيدا اشارة ناقص اذا هي قيمة سالبة واحد فاصل ستة في عشر اس او قوة ناقص 19 ما هي الوحدة كولوم اذا هذا الشحنة العنصرية قيمتها ناقص واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص 19 كولوم ورمز هذا الشحنة العنصرية هو او ناقص نسبة الى الالكترون والاشارة السالب ذلالة على انها سالبة إذن ما يحمله الإلكترون من كمية من الكهرباء كل إلكترون يحمل هذه القيمة ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولو وهذا الإلكترون أيضا يحمل قيمة مقدارها ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولو الآن بالنسبة للبروتون أي هذه الجسيمات الموجودة داخل النواة هي نفس شحنة الإلكترون إذن نفس هذه القيمة لكنها موجبة أي مقدار هذا القيمة هو زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولو إذن هناك اختلاف بين شحنة الإلكترون وشحنة البروتون كلاهما متساويتان لكنهما مختلفتان في الإشارة بحيث الإلكترون شحنته سالبة والبروتون شحنته موجبة الآن لحساب الشحنة الإجمالية لجسمنا نطبق العلاقة التالية لدي شحنة إجمالية أي كل الشحنة الموجودة فيه فنقول أن كي وفي الغالب هو رمز الشحنة الكعربائية تساوي ماذا؟ عدد الإلكترونات في عدد الإلكترونات بما أنه لدي الإلكترون أي شحنة الإلكترون ناقص واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر زائد عدد البروتونات في شحنة كل بروتون واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر ومحصلة هذه العملية تعطيني الشحنة الإجمالية لجسمنا لو نأخذ على سبيل المثال ذرة الأكسجين ذرة الأكسجين أعزائي المتعلمين لاحظوا ما هو عدد الإلكترونات الموجودة فيها اثنان أربعة ستة ثمانية إذن هنا عدد الإلكترونات هو ثمانية كل إلكترون يحمل شحنة عنصرية مقدارها ناقص واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر إذن لو طلب مني ما هي شحنة كل الإلكترونات الموجودة هنا في ذرة الأكسجين أستطيع أن أرمز لها بكو ناقص معناها أنها شحنة سالبة إذن هو عدد الإلكترونات إذن أن أ أقصد بأن عدد الإلكترونات أي عدد الإلكترونات في مقدار الشحنة العنصرية وتساوي ثمانية في ناقص واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر كلها بي الكولون أستطيع أن أجري هذه العملية حسابيا باستعمال الآلة الحاسبة فأتحصل على مقدار الشحنة السالبة الآن لو طلب مني ما هي شحنة النوات لاحظ جيدا عزيزي المتعلم هناك قاعدة مهمة أن الذرة في الحالة العادية عدد الإلكترونات فيها يساوي عدد البروتونات لكن لاحظ جيدا سوف نقوم بالحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عدد البروتونات هو ثمانية ومقدار شحنة كل بروتون هو زايد واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر إذن أستطيع أن أكتب ك زايد تساوي أن بروتون في شحنة كل بروتون وتساوي ثمانية لأن عدد البروتونات قلنا ثمانية وشحنة كل بروتون هي مقدار الشحنة العنصرية لكنها موجبة أي عشر قوة ناقص تسعة عشر كولوم لاحظ جيدا عزيزي المتعلم الآن الشحنة الإجمالية لذرة الأكسجين في الحالة العادية هي مجموع هاتين الشحنتين الموجبة والسالبة وأجد أن هذا النتيجتين متساويتين لكنهما مختلفتين في الإشارة أي كو تساوي كو زايد زايد كو ناقص وتساوي ماذا؟ صفر كولوم معناه أن ذرة الأكسجين في الحالة العادية متعادلة كهربائيا أو صفر كولوم الآن لاحظ معي جيدا هذا المثال الثاني تحتوي ذرة الأزوت أن على سبع إلكترونات ما هو عدد البروتونات في نواتها؟ قلنا أن الذرة في الحالة العادية عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات إذن الجواب على هذا السؤال أن N-P أو عدد البروتونات يساوي N-E وتساوي سبعة اثنين أحسب شحنة نواتها بما أن النوات تحتوي على سبع بروتونات فإن شحنة النوات هي تكون شحنة موجبة ومقدارها سبعة في مقدار أو شحنة كل بروتون هي واحد فاصل ستة في عشر قوة ناقص تسعة عشر كولم أي الشحنة الموجبة تساوي أستعمل الآلة الحاسبة سبعة في واحد فاصل ستة إحدى عشر فاصل إثنان إذن هي إحدى عشر فاصل إثنان في عشر قوة ناقص تسعة عشر كولم لو تلاحظون أعزائي المتعلمين هذه الشحنة إشارتها زائد أي هي شحنة موجبة معناها أن شحنة النوات تكون دائما موجبة أتمنى أعزائي المتعلمين أنكم قد استفدتم من هذا الشرح تابعوني في المقاطع القادمة لنكمل تفسير التكهرب والسلام عليكم